مرحبا بكم اليوم سوف نتحدث أو سوف نتعلم أفعال تستخدم للتحدث عن العمل أو المسؤوليات هنا الفعل الأول هو أعمل لي أو أعمل لذا Work in أعمل في I'm in charge of أنا مسؤول عن I take care of أهتم بي I work for a large French company I work for a large French company أعمل لذا الشركة فرنسية كبيرة I work in South Melbourne أعمل في جنوب ميلبورن I work in لاحظة استخدام in لأننا نتحدث عن مدينة I work at the building around the corner I work at the building around the corner أعمل في البناية Around the corner يعني المتواجدة حول الزاوية في الجنب الآخر من الركن Building البناية I'm in charge of the finance department أنا مسؤول عن قسم المالية I'm in charge مسؤول عن I take care of the kids when Julie is at work I take care of the kids when Julie is at work أهتم بالأطفال أو أرعى الأطفال عندما تكونوا جولي في العمل My work involves preparing for meetings and giving presentations Involves Involves يعني يتضمن عملية تضمن Involves أو يضر حول Preparing for meetings إعداد الاستعداد للاجتماعات يعني إعداد كل ما يلزم للاجتماعات Preparing for meetings I'm responsible for ensuring all invoices are tracked and accounted for I'm responsible for ensuring all invoices are tracked and accounted for أنا مسؤول عن ضمان Ensuring ضمان أن جميع الفواتير all invoices يتم تتبعها are tracked tracked يعني تبعت تبعت and accounted for ومفسرة يعني فسرت I account for something أفسر شيئا أعطي تعليلا لماذا هو كذا يعني هنا تعليل هذه invoices invoices الفواتير لماذا أو على ماذا صرفت هذا المال لماذا استخدم لكي أضمن أنه لا يوجد هناك أي احتيال I am responsible for ensuring all invoices are tracked and accounted for I respond to customer inquiries about our products أجيب عن تسألات زبناء حول منتجاتنا I respond to customer inquiries about our products inquiries تسألات I respond to يعني أستجيب لي أرد على تسألات I prepare training programs for managers in our Singapore office I prepare training programs أعد برامج تدريب for managers للمضارع managers يعني مدير for managers in our Singapore office في مكتبنا في سنغافور in our Singapore office في مكتبنا في سنغافور شكرا لكم على المشاهدة وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الطرس ولا تنسوا استخدام هذه العبارات في جمل في مقالة الآن من الأفضل أن تحاول كتابتها الآن في مقالة في التعليق لأن هذا سوف يجعلها تثبت فيه لينك تعلم كلمات دون استخدامها لن يفيدك كثيرا لأنك ربما ستذكرها لكن لن تكون قادرا على التحدث باللغة عندما تحتاجها شكرا على المشاهدة